انا شايف ميسي وهو صغير هتقول لي يعني انت كنت شفت ميسي وهو صغير اه شفت يعني فيديوهات يعني بس احنا عندنا ميسي في مصر هنا او اقول لك بلاها ميسي عندنا صلاح الجديد صلاح طالع من مصر ان شاء الله وهو موليد 2010 بعد كم سنة هنفتكر اللقاء دوت ونقول لحنا كان عندنا محمد صلاح الجديد عندنا كراس عشري كراس لعيب جامد جدا هتشوف فيديوهات بعد شوية بس دي مش دي الحكاية كراس كان نتاج مشروع قومي اتعامل في مصر من وزارة شباب والرياضة وشافوا اللعيبة وشافوا المواهب وراح هو اختبر ولقوا كويس وبعد كده الآن بعد ايام قليلة جدا هو موجود في اسبانيا ينضم الاحد الانداء الاسبانية هنعرف منه مين هو النادي وازاي ده حصل وكل التفاصيل موهبة حقيقية قوي يعني هتنبسته فقرة دي مهمة قوي كراس منورت دونيا اخبارك ايه عارف انا ليه النهاردة مستضيفك عشان ممكن بعد 10 سنة مش هعف استضيفك انا قلت اعمل بس من دلوقتي اللي هيبق معي نجمة جدا يعني عامل ايه الحمد لله اخبارك ايه عايزك بقى ايه براحتك كده تحكيلي الموضوع من اول ما روحت للمشروع اللي اسمه ستروا في ايجيبت ازاي ده حصل وانا كنت رايح لاكاديمية النادي الاهلي لا استاني انا انا العلطان ممكن السؤالي السيغة هو اللي ما كانش سليم انت لعبت كرة امتى لحد ما وصلت للمشروع ده اه انا وانا عندي 7 سنين لعبت لعبت كرة اه يعني كنت في اكاديمية المقاولين حلو فبعد كده عدت فيها سنتين سنتين اه فرحت كنت رايح لاكاديمية ايه النادي الاهلي في مركز شعيب الجزيرة رايح اه لاكاديمية الاهلي في مركز شعيب الجزيرة حلو فشوفنا الصرق في ايجيب وانت رايح لاكاديمية اه انا احنا ورايحين لاكاديمية شوفنا الصرق في ايجيب كنت رايح التو مين انا واشرف وكابتان مين أشرف أخوك وبعدين شفنا الصرف إيجبت رحنا إيه؟ دخلنا اختبارات يعني أنت كنت رايح في طريقك الأكديمية فشفت يفطى بيقولك هنا فيه اختبارات صرف إيجبت أه الصرف إيجبت فقلت خش أجرب قبل ما روح للأهلي صح كده؟ وما روحناش للأهلي في الآخر ماشا هنيجي للأهلي دي بعد شوية دخلت لأختبارات فدخلت أه يعني إيه؟ أم إيه؟ الاختبار بعد اللي اختبار 15 يوم عشان يردوا علينا حلو إحنا من أول يوم رد علينا ودونا التشيرت وكده آه إنت أول ما شفوك قالوك يلا خد التشيرت انزل للعب آه مش هتستنى لا لا مش هنبقى بروح وهنبقى نكلمك لا لا لقوا موهبة جامدة جدا فيلا أنت هتلعب معنا صح كده؟ صح تفتكر من اللي كانوا موجودين في الناس اللي بتشوفك مستر عمر وخالد عبر أحمن والدكتور أشرف محمود والكابتر عمر عبر أحمن والدكتور أشرف محمود طبعا المعلقنا الكبير يعني أستاذنا الكبير دول كانوا عاديين بتفرجوا عليك آه كان فيه أجارب؟ كان فيه مدرب اسمه كارلوس من أسباني من أسباني فده شافك وقال للراجل ده الولد ده تخدوه على طول فورا آه صح كده؟ صح ونزلت ما عم كنتش عالقين وكنت خايف ولا حاجة نزلت لعبت آه عادي وكانوا اللي حواليك جامدين قوي ولا كانوا عاديين؟ آه كانوا جامدين كانوا كلهم جامدين انت بتلعب إيه أصلا؟ مركزك إيه؟ آه وين جشمل وين جيمين ومركز عشر آه مسي فعلا يعني مش بكزي بقى أنا يعني عندنا مسي بجد يعني حاجات بتاع تمسي ده آه طيب كلام ده كان من كم سنة؟ يعني مثلا أربع سنين من أربع سنين فدلت الأربع سنين دي بقى في المشروع ده في المشروع ده اللي هو ستار أوف إيجيب صح كده؟ بتعمل إيه بقى يوميا؟ يعني إيه؟ كنت بروح ستار أمرا أرجع آه أنام آه يعني هكذا ما بتذكرش خادس؟ لا كنت بتذكر في مصر طيب في الأربع سنين دول كنت بتتدرب فين المكان فين؟ في مركز شاوية بالجزيرة في مركز شاوية بالجزيرة انت ساكن فين أصلا؟ في الوراق فالدنيا كانت قريبة شوية مش بعيدة يعني كمين اللي بيوديك ويجيبك؟ ولا كنت تروح لوح لك؟ أول سنة أشرف كانوا بيوديهم أخوك؟ آه فالتالسين عادي رحت لوحدي انت بقى رايح لوحدي بسح كده؟ وانت نجمل فرقة أنا سمعت ان انت نجمل فرقة طيب موضوع بتاع أسبانيا ده حصل إزاي؟ هو في 2022 في ناس جات من أسبانيا آه اسمه كارلوس برضو ماشي شافني وراح قالي الوكيل اللعيبة وكده اسمه بيتر خليفة أوكي قال له فيه لاعب في أسطرف إيجيكت ده لبناني أسبانيا آه لبناني أسبانيا آه قال له فيه لاعب في أسطرف إيجيكت عاوزين نودي أسبانيا وكده حيلو فبيتر بعد كده جاه شافني حيلو وبعد كده بعث لي رسالة على إنستا آه وقال لي إجهز عشان هيبعث لك ده وبعدها بعث لي ده وطلعت أسبوع فين بقى؟ في مدريد في حاصمة مدريد النادي اسمه إيه؟ راي ألكوبندس راي ألكوبندس ده بيلعب في مقاطعة مدريد صحيح كده؟ حيلو فسفرت أسبوع؟ فسفرت أسبوع آه يعني لعبت جامد ولعبت ومتشف معهم ودية وكده آه فقبلوني فبعد كده رجعت ورد علينا إيه؟ اللي هم قبلوني وعاوزيني تاني حيل فدلوقتي آه آه يعني إيه؟ عملنا إيه؟ الورق وكده حيلو أول مرة الورق اترفع آه تاني مرة الورق اتقبل دلوقتي ومسافر الورق اتقبل بصراحة وأنا سمعت الكلام ده من أشرف أخوك ومينة وإحنا عاديين برا أنه الدكتور أشرف صبحي وزير الشهوريات تدخل في الأمر آه وهو اللي سرع الموضوع صحي كده؟ صح وهو اللي سهل الأمور ديت هيلو همسافر خلاص انت تلعب هتقعد معهم قد إيه؟ هو سنة والقومة بتتجدد كل يعني مع المدرسة القومة بتتجدد مع المدرسة آه يا أنت هتبقى عندك سكن هناك آه وهتدرس هناك كمان يبقى في مدرسة هناك صحي كده؟ صح صح ده ايه الكلام الحلو ده؟ مفيش مرافق لك؟ لا مفيش انت لوحدة آه ينفع تاخدني؟ آه أي حاجة أعمل لك أي حاجة؟ بقى رفض بقى يقعد معاك في السكن أعمل أي حاجة؟ عشان بس لما تبقى نجم كبير يعني متكاك يا نجم كبير بس لما تبقى نجم كبير تبقى تفتكرنا يعني ها؟ هتسافر السنة دي السنة دي هتلعب معاهم في البطولات بتاعتهم آآ مش مجرد معايشة آآ انت بتلعب لا لا بلعب النادي اشتراك يعني آآ صح كده؟ وهتلعب معاهم صح بيلعبوا ايه بقى؟ يعني مثلا يعني بيلعبوا مين؟ آآ مثلا بيلعبوا ريال مدريد ختافي آآ الفرق اللي في مدريد آآ الفرق اللي في مدريد كلها وتلعب بقى مع اليمة دي دي عادي طيب انا اسمع عني النادي دي الصور مبارح كان في اللقاء وزيري الشهاب والرياضة صح كده؟ صح انا عايزك بقى ايه نمشي صورة صورة كده وتقول لي دي صورة مع وزيري الشهاب والرياضة آآ عايزك تقول لي مين كل الناس اللي في الصورة دي سانة بس الاول وقفوا هنا الصورة دي يا جماعة دكتور قاشر في الصبح قال لك مبارح قال لي اهتم بالاكل والنوم آآ اللي في النص آآ آآ واخويا هون ده أشرف وابونا ابونا ايه بقى ابونا عازر ابونا عازر كان معاك مبارح آآ كلهم راحوا معاك عشان يشجعوك مع دكتور قاشر في الصبح صح حلو بعد الصور دي يا شباب بقى انا عايز شوية فيديوهات ورونه بقى ايه وروا الناس كراس بيعمل ايه عشان كراس خطير جد صح كده؟ صح طيب من الحاجات المهمة جدا اللي قاله لك دكتور قاشر في الصبح مبارح انه فكرت انك تهتم بنفسك آآ اقول لك حاجة بسرعة انت كبير دلوقتي من الصغير فهنتنعش مع بعض المناقشة الكبار دي آآ اللي هو بص الحلوة بقى يا جماعة استنوا آآ تلعب بيمينك؟ آآ بلعب بالاتنين عادي بيمينك وشمالك؟ آآ أهلا وسهلا آآ تحدي كروس بارك؟ آآ آآ انت كلهم بقى جبتهم في الآخر؟ آآ وهو بيفوت ها؟ آآ لا لا بيلعب بجد آآ بس لا عاصد هو مش عارف يجيبها كلهم آآ انت بتجيبهم كلهم كده اتنين اتنين آآ منكس في الآخر؟ آآ كم يزولني؟ آآ لا ده كده بيتداي منك آآ نفسانة بقى فهين؟ آآ نفسانة بقى نفسانة ما شاء الله هايل حلوة اول صور كمان حلوة اول طيب موضوع التعليم نوت على ايه في التعليم؟ انك تتعلمين؟ هناك آآ هتكمل بس تعالي احنا اتتفاقنا بقرة اتتفاقة وهلتفق اللهتي على الهوى وده احنا اخدنا من مين من كل اللي عيبة اللي سفرت و احترفت صح الصورة دي الاول اللي فاتت يا شباب الصورة اللي فاتت معلش الصورة دي كانت في النادي ده في النادي لازباني ايه دي؟ كان في جايزة كان عملها في البلد يعني اوسكو في تيما اه في خط الجايزة اه انا اسمعت برضو اه اه دي ساعة ما استلمت التشير اه حلوة اول انا اسمعت دي روحت المباراة لريال مدريد في اسباليا اه الكبار يعني روحت فاكت عليها كريال مدريد وقادش اه خلص اربعة وصفر للمنشدة اربعة وصفر لريال مدريد اه وانا اسمعت انك مبتشجعش ريال مدريد اه وده اول اختلاف بيننا صحة عش تبقى فاهم بس انا عافية انت بتشجع برشولة بس عادي يعني مش مشكلة برضو برشولة عشان تبقى ميسي يعني ان كان يعني ياما دي كنت هتبقى كريستيان ومشيقال يعني بس تمام مش زعلانين انت اسمعت ان انت كنت بطل برضو في الدورات والبطولات بتاعت الكنيسة والكلام ده كله صح بس كنت رجب لحلو انت لوحدك صح بتشال الفرقة يعني كسبت بطلات وهوصلنا للنهاية وخسرنا في النهاية ووصلت للنهاية طيب موضوع اللغة كان دايما كل اللاعبين المواصلين اللي بتلاقوا برا يقولك ان لو ما تعلمتش لغة برجع على طول اللغة هي اللي بتخلينا يكمل عندك الاراضة والنية اه اه انه تاخد كورسات اه هتاخد كورسات ايه اسباني والانجليزي اسباني اه اسباني واتفقت على كده هتقعد قد ايه تاخد كورسات يعني ست شهور مرح ست شهور وترجعنا بتتكلم اسباني اكي تحب اعمل معك حول اللغة بالاسباني ها لا طبع عشان مش عارف موظم معك كده انا مش عارف انا مخدش دورات اسباني بصراحة او بكده فانت لما تاخد الدورات تيجي تتعلمني ناش اه تاخد دورات وتيجي تتعلمني ناش من الحاجات المهمة جدا ان انت قلتلي في النص ان كنت رايح اكاديمية النادي الاهلي اه اه انت اهلاوي صح اه اهلاوي فانت كنت رايح عشان تلعب في الاهلي واسمعت ان كان فيه ناس بصوا عليك وكان تعجبهم جدا زي كانت عادة عبر رحمان صح كان عايزك تلعب في الاهلي صح كده صح انت بتحبي مين في الاهلي امام امام عشور امام عشور ومين تاني وقفش وقفش ومين كمان عشان انت تطلع على واحد نسي دونك وسام وسام ابو عالي ها وسام ابو عالي بس عايزينك تطلع في اوروبا نعم اكيد الاهلوية هيفروحوا بيك جدا لو عارفوا ان انت هتروح الاهلي بس عايزينك برضو تروح اوروبا صح تكمل في اوروبا انت في البيت بقى نفسيا بقى وكده بتحب تقعد في البيت كتير ولا بتنزل تخرج كتير مع أصحابك لا 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 بحب ألعب في الشارع كتير بحب تلعب في الشارع طب دي حالة كويسة ليه سألتك السؤال ده ايه عشان انت لو بتقعد في البيت كتير هتبعايز ترجع تقعد في البيت كتير ايه انا عايزك تقعد في الشارع صح بس في الشارع بتاع اسبانيا ايه مش عايزك تيجي انا خالص يعني صح كده؟ صح طيب قولي الاسبوع اللي انت عشته في اسبانيا كان عاملي ازاي؟ من اول يوم لاخلي يوم اول يوم منزلنا مع الفريق الاساسي وتاني يوم هكذا ثالث يوم بقى اتمرنت تمرين بدن الوحدي خاص اه مثلا اتمرنا ساعة ونص نص ساعة جاري والباقي كورة اه حاجة كورة هاي واليوم التاني الرابع هكذا اه يعني والباقي هكذا كده وفضلت تتمرن اه لعبت ايه مباريات؟ اه مباراة وداية لعبت مباراة وداية سجلت فيها او انا مسجلتش؟ لا او لعملت اسيستة؟ لا عملت اسيستة؟ اه مين من المحترفين المصريين بتقولها نفسها بقى زيهم؟ محمد صلاح ايوه وعمر مرموش ايوه وترزيجي ومصطفى محمد كل دول انت عايزت بقى زيهم؟ كل دول مين في اوروبا تحب تلعب له؟ ان شاء الله في المستقبل تحب تلعب في الفريقة؟ برشلون برشلونة؟ فيش حاجة في انجلترا؟ انجلترا؟ السيتي السيتي؟ اه ده انت بيعنا كلنا يعني انت لا خدت على برشلونة ولا خدت اه ولا خدت ليفربول صح؟ خدت خدت السيتي وبرشلونة عفوا بخدش لايما دول ولا ليفربول صح ماشي سنت اختارت السيتي؟ اه ده شكلك تدخل على طبع من الأول وارديول لا مش جوارديولا اتدخل على فلوس لازدخل فلوس كتير صح كده؟ لا لا عاستمره مع بيب جوارديولا صح كده؟ ان شاء الله يكمل يعني انت عشان توصل للمرحلة دي اكيد خدت مساندة كبيرة جدا مساندة الدولة ايوة واكيد مساندة من اسرتك اه صح مين من اسرتك بقي شال معاك ووقف جمك وساندك ودعمك اخوك اشرف صح كده؟ اشرف واحنا قاعدين برا بيتكلم بحباس اكتر منك اي 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 اكيد ان هو اللي رايح يلعب صح كده؟ صح تحس ان هو اللي عايز هو اللي حيلعب في برشلونة؟ صح هو لعيب ولا مش لعيب اشرف؟ كان لعيب بيقف جوار بيقف جول؟ وانت كنت بتسجل فيه وانه انت صغير صح ما تجدبش يعني اشرف معاك لا بلاد الجدو اه في حد مسافر معاك من اهلك ولا مفيش حد؟ لا لا مفيش حد؟ مين عايسافر معاك؟ مستر عمر رئيس المشروع رئيس المشروع رئيس المشروع بس اه يعني انت قريبا هاتيش لوحدك هناك هتقضت عاية بقى وتقول لا 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 عايز بابا عاية ماما عايز اخواتي وعايز الكلام ده كله ولا مفيش الكلام ده؟ لا لا بيعهم كده كله لا بيعهم انتوا لا 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 ثم فرحانين صح هم فرحانين بيك حد كان بيدايقك وانت بتلعب كرة يقولك لا اركز في مذاكرتك بلاش لعب كرة مين من الناس اللي تعرفهم توقعوا ليك ان انت ممكن تبقى في المستقبل حاجة؟ ابونا ابونا؟ اه قال لك ايه؟ قال لي انت هتروح ع اسبانيا وهتلعب في برشلول هو توقع لك يعني؟ اه من امتى؟ من 2021 تعالي من 2021 يعني الكلام ده من ثلاث سنين اهو اه ده قبل ما القصة دي كلها تحصل ايو قبل اه قالك انت هتروح ع اسبانيا وهتلعب في برشلونة وهتلعب في برشلونة سح هنستضيفه لو لعبت في برشلونة لعيب اتوقع عظيم ده توقع تاريخي يعني تلعب في برشلونة صح؟ سح مين من لعيبة اللي في برشلونة بتحبهم اوي طبعا بجانب بس اكيد يعني ام بتعرف حد تانية؟ لا مين يمال لا مين يمال؟ جامل جدا ها؟ وبدري وبدري انت بتلعب في الناس اللي جنبك اللي انت مركزك يعني ها؟ بيلعب معاك يعني السؤال الحلوة دي اوي ام ده استاذ عمره اعتقد صح؟ اه استاذ عمره كان جالي مرة استاذ عمره هنا في بداية المشروع انا افتكرت لما شفته وتكلم على المشروع ده قد ايه مهمه قد ايه مفيد واشرف والدك وابونا اه صح كده؟ وابن عمه ها وابن عمك اه ده كل الناس عايزاك تلعب بقى كل الناس عايزاك تكسر تكسر الدنيا ده كل الوراق كل الوراق؟ كله انت بقيت نجم الوراق دلوقتي صح؟ كله بينزلوا بيتعاملوا معاك انت محمد صلاح كله انا سامع ان الوراق كلها النهاردة بتتفرج عليك ده ها؟ هنزل الوقتي علي قهوة في الوراق هاشرب ببلاش صح صح كده؟ صح خد اللي انت عايزه ماشي قهوة ماشي على حسك صح سألك سؤال مهم جدا هو سؤال محرك جدا ام بتعندك كم سنة دلوقتي؟ 14 بعد ست سبع سنين تمام؟ لما تلعب في برشلونة ام واستاذ احمد درمالي رئيس التحرير بتاع البرنامج يكلمك في التليفون يقولك عايزينك مداخلة في رقم 10 يا طرح هتوافق ولا لا؟ هوافق هتوافق؟ عشان هتلعلك هتلعلك الفيديو ده ساعة؟ ماشي عارف هعمل ايه؟ هروح هروح هتوافق وما هيجي ووكيلي اللعيبة هيقولك لا مش هينفتام لا 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 ها؟ هشتكيك لأشرف لا لا هشتك لقش درمى أخوك ما فيش بقى لا لا كراس نفسك في ان شاء الله الفترة اللي جاية ده اخر حاجة مثلا العب في برشلونة ده اول حاجة هم واتعلم هناك اهم حاجة اتعلم قسماني مهم وعشان أساند اخواتي وكذا مهم حلو كلام ده ايه الكلام الحلو ده كلام ناس كبيرة قوي يعش كراس انا انبسطت اول فكرا دي انا مبسوط جدا ان انت جيت النهاردة اي وانت عندك عشرين واحد عشرين سالة ما تبتلعفه برشنة هجيبك مش مزاجك بقى هخدك من عالطيارة تمام وحابب واشكر اشكر انت عايزه مستر عمر اه ووزير الشاب والرياضة اشرف صبح بطر اشرف صبح طبعا طبعا حبيبي انا بشكرك شكرا جزيلا انا كراس نورت الدنيا شكرا خلاص اللي هونو نقوم نتصور مع بعض شوية اخد لي بمعي عالبوم صور كده اقول لهم انا بتصور مع فخر مصر الملك المصر في اسبانيا حلوتي عندنا ملك مصر في انجلترا في عمد صلاح الملك مصر في المانيا عمر مرموش عمر مرموش وفي اسبانيا يبقى مين كراس كراس نورت الدنيا كراس نور حبيبي شكرك ده كان اللي كان معك راس ساعة عشري الناشئ المصري الرائع جدا ان شاء الله ان شاء الله يبقى موجود في برشنة زي ما هو بيتمنى بإذن الله بسافر اسبانيا خلال ايام انت بسافر اسبانيا امتى يوم انت لها يوم انت جاي عاطول جاي باي باي بتوصل بالسلامة